واقف جالس طويل قصير ليل نهار هذه كلها كلمات متضادة فنحن إذن بصدد مناقشة الظاهرة اللغوية التضاد أو الطباق بالإنجليزية وهو محسن بديعي يجمع الكلمة وضدها أو يعطي ضد الكلمة كما أسلفنا في الأمثلة المستقلة يعني كلمة دون سياق والطباق نوعان طباق إيجاب ليس إيجابي وطباق سلم ليس سلمي والفرق بينهما هو أن في طباق الإيجاب نرفق الكلمة بضدها مباشرة دون أي تدخل لغوي آخر مثل النفي أما في طباق السلم فإننا نأتي بضد الكلمة بنفيها يعني ليس ضد مباشر وإنما بتستخدم النفي طباق الإيجاب مثلا نقرأ في صورة النجم الآياتين 43 و44 وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا فهنا أضحك ضد أبكى وأحيا ضد أمات فالطباق هنا طباق إيجاب أما عن طباق السلم فمثلا نقرأ في صورة الزمر الآية 9 هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فهنا لم نأتي بالضد المباشر لكلمة يعلمون وليكن مثلا يجهلون وإنما نفينا الفعل يعلمون لا يعلمون فهذا هو طباق السلم إذن الطباق هو محسن بديعي يعنى بأن نأتي بالكلمة وضدها يعني على مستوى الكلمة فقط فإذا تعدين هذا المستوى وأصبحنا مثلا في العبارة أو الجملة فنحن نتعامل مع محسن بديعي آخر يصطلح عليه بالمقابلة عندي الطباق على مستوى الكلمة المقابلة على مستوى العبارة والجملة وأكثر من ذلك بالإنجليزية opposition إذن في المقابلة نأتي بضد عبارة أو جملة كاملة مثلا في سورة التوبة الآية 82 نقرأ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون إذن العبارة يضحكوا قليلا أتينا بضدها كاملا وهو يبكوا كثيرا وهذه هي المقابلة يعني لن نكتفي بضد كلمة واحدة وإنما أتينا بضد عبارة أو جملة كاملة في سورة الآراف 157 ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فعبارة يحرم عليهم الخبائث هي مقابلة لعبارة يحل لهم الطيبات هذا هو الفرق بين الطباق والمقابلة نستطيع القول أن الطباق مقابلة لكن العكس غير صحيح لأن أنواع المقابلة هي الكلمة تقابل كلمة أما الطباق فلا يمكن أن يكون كلمتين أو ثلاث تقابل كلمتين أو ثلاث إذن كان هذا مدخلا أو مقدما أو ورمامت لفيديو اليوم لموضوع فيديو اليوم نذهب الآن مباشرة إلى سورة الفرقان الآية 53 أنصته جيدا وهو الذي مرجى البحرين آباء منفرات وهذا ملح أجال واجعل بينهما برزخا وحيرا محجورا صدق الله العظيم من هذا الفيديو سنستخرج ما تفضلنا به في الأول طباق ومقابلة ثم سنعرج على حقيقة لغوية جميلة جدا تنبع من الأجاز اللغوي في القرآن الكريم لدينا كما ذكر في الآية عذب فرات وملح أجاج أولا علينا شرح الكلمتين فرات وأجاج الفرات هو الماء شديد لأذوبة ما كان عذبا جدا يعني إلى درجات عدية من العذوبة نسميه الفرات أما الأجاج فهو طعم فيه الملوحة والمرارة الأجاج هو طعم فيه الملوحة والمرارة على عكس الفرات فهذا طباق لأدني أتيت كلمة وضدها فرات ضد أجاج أو أجاج ضد فرات ماذا عن عذب وملح قد تقول أن كلمة عذب صفة لكن كلمة ملح اسم وفي الطباق أو في المقابلة يجب أن تكون هذه الكلمات المتضادة من جنس واحد يعني الصفة ضد الصفة والإسم ضد الإسم لكن عذب صفة أما الملح اسم في الحقيقة كلمة ملح قد تكون صفة نقرأ في المعاجم اللغوية بأن الماء المالح ما كان عذبا ثم أضيف إليه الملح هذا الماء المالح كان ماء عذبا ثم خلطناه بالملح فأصبح مالحا أما الماء الملح وكلمة ملح هنا تصبح صفة فما كان مالحا من طبيعته بأساسه كان مالحا وهو من صنع القدير الخالق الواحد الأحد أن يجعل الماء مالحا بطبعه كما هو الحال في معاميه البحار أما المالح فهو مكان عذبا ثم أضيف إليه الملح فماء البحر ماء ملح أما الماء الذي تضيف أنت إليه الملح فنسميه الماء المالح كيف نترجم هذا التفريق اللغوي بين الماء المالح والماء الملح إلى الإنجليزية هذه إشكالية عويصة بحث في الترجمات المعتمدة للقرآن الكريم أكثر من ترجمة تقريبا أربعة أو خمسة بحث فيها وكلها اتفقت على إعطاء مقابل salt أو salty أو حتى saltish بمعنى مالح لكن لم يجدوا تفريقا حقيقيا بين كلمة مالح وملح كما هو الحال في العربية ففي الإنجليزية سيلجعون إلى الصفة التي تدل على الملوحة يعني مالح أما كلمة ملح باعتبارها صفة فلا يمكن أن تجد لها مقابلا وهذه الترجمات التي وجدتها في ترجمة في ترجمة في ترجمة عذب فرات ترجمها ملح أجاج ترجمها في ترجمة عذب فرات ترجمها وملح أجاج ترجمها saltish and bitter في ترجمة شاكير عذب فرات جمعها في sweet وملح أجاج جمعها في salt وأخيرا في ترجمة يوسف علي عذب فرات ترجمها palatable and sweet وملح أجاج ترجمها salt and bitter ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر